أعلنت وزارة الإسكاني عن البدء بتسليم أولى دفاعات مشروع البحير الإسكاني مؤكدة بأنه يعد أحد الروافد الأساسية لبرنامج الوزارة الخاص بالأمر الملكي السامي والذي يهدف بدوره إلى استدامة وتسريع وطيرة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين هذا وأفادت الوزارة بأن توزيع وحدات المشروع يتم وفقا لمعايير أقدمية الطلبات بالمنطقة والمناطق المحيطة بها كما لفتت الوزارة إلى أن المشروع جاء بناء على تنفيذ الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية والالتزام الإسكاني الوارد في برنامج الحكومة بشأن العمل على تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية مؤكدة الحرص على تسليم المواطنين للوحدات على الدفعات في الأيام القادمة يذكر أن المرحلة الأولى من مشروع البحير الإسكاني تتكون من 227 وحدة سكنية ويتضمن المشروع بالإضافة إلى الوحدات السكنية العديد من الخدمة والمرافق التي تخدم القاطنين مستقبلا ترجمة نانسي قنع